بحث وزير الدولة محافظة العاصمة عدن أحمد لملس مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الأمن جيل ميشود الإجراءات المتعلقة بالأمن والسلامة لحماية مكاتب المنظمات الدولية والأممية العاملة بعدن وتطرق الاجتماع إلى جملة من المواضيع المتصلة بأليات التنسيق والترتيب بين الجانبين ومنها التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات الهدفة لضمان تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع وأكد لملس حرط السلطة المحلية على اتخاذ الإجراءات الأمنية الكفيلة بحماية مكاتب المنظمات والعاملين في المجال الإنساني ترجمة نانسي قنقر